أهلا بكم غضب في الشارع والإعلام ينتقد الفشل الأمريكي انزال العالمي من على السفارة الأمريكية في كابل والانسحاب من أفغانستان وما تلاه من أحداث لم تمر مرور الكرام في الولايات المتحدة عشرون عاما من الأخطاء لكن الكارثة التي حصلت وكان يمكن تجنبها تقع على عاطق بايدن هو عنوان لمقال في صحيفة واشنطن بوست يختصر تبعات الغزو الأمريكي لأفغانستان فطالبان معززة بالهيبة التي تتآت من إهانة قوة عظمى ستصبح وفق الصحيفة أكثر خطورة وهذا سيكون بمثابة وصمة عار لرئاسة بايدن وليس بعيدا عن السياق تقول مجلة The Atlantic إن إدارة بايدن فشلت في الاستجابة للتحذيرات بشأن أفغانستان تاركة خلفها عشرات آلاف الأفغان لمصيرهم معتبرة أن خيانة واشنطن لحلفائها عار سيلاحق الأمريكيين أما مجلة National Interest فاعتبرت أن دولة الأفغانية والحكومة والجيش كانوا مجرد أوهام استندت عليها واشنطن لتبرير احتلالها ورأت صحيفة نيويورك تايمز أن إهمال بايدن لما سمتها حربا خاطفة كاسحة لطالبان سيحدد أول إخفاق كبير لإدارته وهو يتحمل العواقب التي يجب توقعها منذ الآن وأن ما سيحدث في أفغانستان لن يبقى هناك وعنونت صحيفة وولستيت جورنال مقالها بعبارة استسلام بايدن في أفغانستان حيث اعتبرت أن تصريح بايدن الأخير من أكثر التصريحات عارا في التاريخ حيث حاول غسل يديه مما يجري في أفغانستان